كان هذا هيكل شاحنة تنقل البضائع وأثاث المنازل بين المدن ولكنه منذ ثلاث سنوات تحول إلى منزل تقيم تحته أسرة صغيرة فقدت مسكنها في مديرية صبر أثناء الحرب تعيش الأسرة في أحد شوارع تعز وتسمي الرصيف منزلاً وتفتقر لكل شيء تكالبت عليهم الظروف من كل جانب ولم تقتنع منظمات الإغاثة بمساعدتهم وحين طلبوا العون جاءهم الرد المنظمة لا يدلن لا زيت ولا بور ولا شيء قالوا أنهم لا يدلن لا يدلن لقد سكنت الأسرة في هذا المكان رغم أن الحرب كانت قريبة منه وأصيبت فخرية بطلق النار فشل في جعلها تغادر أو تفكر بالعودة من حيث أتت تعجز الأسرة عن توفير مبلغ مالي لدفع إيجار منزل وتكتفي بما تحصل عليه من الأهالي للاستمرار في الحياة وتوفير متطلباتها الأساسية بعد التنازل عن حق الحصول على مسكن له جدران ونافذة وباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر